نرجع بقى الجدول الدوري واللغرتمات اللي احنا هنشوفها دلوقتي بخصوص استمرار الدوري العام يعني الغد دلوقتي حتى شهر نهاية شهر سبعة بقي أربع جولات محدش لسه طبعا عارف معادمة تبقى إمتى وربطة الأندية لم تعلن بوعيد الأسابيع الأربعة الأخيرة من جدول الدوري انتظارة لتحديد موقف الفرق سواء في المنافسة على اللقب أو حتى المنافسة على البقاء في الدوري العام طيب قبل ما دخل بس في تفاصيل جدول الدوري يعني الناس اللي بتطلع بتتكلم على المؤجلات وعرض المباريات يا جماعة اقروا شوية واكتهدوا شوية وحاولوا تشوفوا الأهلي منذ بداية الموسم حتى الآن لعب كم مباراة دايما يقول لك إيه الأهلي لعب ست ماشط في الدوري أيوة أنا طول الموسم يعني أجازة طول الموسم أنا مثلا في الويك اند بعملش حاجة أنا أكتر فريق لعب السنة دي مباريات يعني انت لو قلت لي مثلا فيه فرق في الدوري لعب 12-13 مباراة أنا لعبت أكتر من دول مرتين يا كاد يكوني الأهلي السنة دي بس لعب مش أقل من 22-23 مباراة لعب مش أقل من 22-23 مباراة فيه فرق ممكن تكون لعبت أكتر مني في الدوري ماتشين ثلاثة ولكن تيجي تبص على عدد مباراةها بالمقارنة مع الأهلي هي لابت عدد مباراة أقل وخدت مدد راحات أكتر بس هو دايما يقول لك إيه الأهلي لعب ست ماتشط في الدوري مش هتبقى ستوالة مشروخة كل شوية نطلع نشرح لكم يا جماعة يعني الناس تذاكر وتقرأ وتكتهد نفسي يعني الناس اللي تطلع على شاشة نفسي الناس اللي تطلع على شاشة وتقعد تتكلم في إحصائيات أصلي ده معدل مكسبه في الدوري كذا وده معدل لعبه في الدوري كذا ما بتتحسبش كده هي مش حسبه سلسات على فكرة ولا هندسة ميكانيكية انت بتلعب كورة وبتتفرج وبتشوف مباراة محلية مباراة إفريقية مباراة دولية أول أهل السنة دي كان بيلعب دوري أبطال بس ولا بيلعب دوري أبطال وبيلعب دوري السوبر إفريقي وبيلعب كاس عالم أندية ولعب كاس سوبر إفريقي مع دوري مع كاس مع كاس سوبر تلعب في الإمارات في ناس مع ضيال ويك اند من شهر 12 ما بتلعبش حاجة لا بس يقولك الآله لعب ستة مطاشرات في الدوري والدوري بايز والدوري غريب يا مش مشكلة الآله لدوري بايز عايز تدي أمثلة عندك ناس كتيرة ولكن فكرة أنك كل شوية تدي مثال على الأهلي بس ده أكبر غلط انبارح صهر المدة ساعتين على مشكلة الدوري واختصار الدوري كله في أن الآله لعب ستة مطاشرات آسف ده فشل من حضرتك أنك مش عارف أساسا الدوري كان منظم إزاي أو الأهلي كان بيلعب إيه أو عدد مباراة الأهلي السنة دي كانت إيه أو اللي جاي للأهلي قد إيه أنت حضرتك مش قادر تذاكر وتكتهد وتطلع إلى إحصائيات صح دي مشكلتك أنت لكن تختصر المشاكل دي كلها قصة الأهلي لعب ستة مطاشرات في الدوري بص على منشستر سيتي لعب في الدوري الإنجليزي عرض مباراة أكتر من الأهلي والله العظيم أنت بتهزر والله العظيم أنت بتهزر يعني منشستر سيتي اللي لعب مع الأهلي كاس عالم هو جي لعب مباراتين بس جي لعب مباراتين الأهلي لعب ثلاث مباراة يعني حتى فكرة أنك تسوي السيتي بالأهلي في عدد مباراة الدوري ده يعني استزراف بصراحة بأمانة يعني ده استزراف مشكلة الناس بتطلع على الهواء ما عندهاش مادة تقدمها فكل واحد بقى إيه يقعد يهقص بكلمتين ما لهمش أي لازمة نملى الهواء وخلاص لكن نختصر القصة في الأهلي لعب ست مباراة ده كلام فارغ وكلام فاضي الأهلي رجع من غانا إمبارح عنده مباراة مؤجلة في الجولة الخامسة العام مع البلدية يوم التلاتة اللي جاي 27 فبراير بعدها هيلعب يوم الجمعة وهيكون معاكم هاو على الشاشة ترتيب مباراة الأهلي هيلعب يوم الجمعة واحد مارس مع ينجي أفريكانز في الجولة الستة من دور الأبطال بعد كده يروح يلعب نهاية كاس مصر يوم الجمعة 8 مارس واخدوا بالكم من واحد ل 8 مارس بنتكلم في 7 أيام الرحلة للتحضير لنهاية كاس مطلوب من الأهلي إنه يكون موجود قبل معايد المباراة بخمسة أيام فالأهلي ممكن يسافر 3 مارس أو 4 مارس هلأ يلعب 1 مارس و3 مارس ماينفعش عشان بس محدش يفتكس ويجي يقولك إيه هو من 1 ل 8 الأهلي ملعبش ليه ده كواليس الرحلة الإقامة للأهلي قبل معايد المباراة 4 ليالي 5 أيام طيب نروح بعد كده لمباراة البنك الأهلي والأهلي يوم 12 مارس بعدها 15 مارس هيلعب مع أمبي في التوقيت إن الكل واخد أجازة عشان أجندة دولية والمعاصخرة هيبدأ أبدري الأهلي هيلعب مع أمبي معندوش مشكلة يوم 30 مارس الأهلي هيلعب مباراة في دور الثمانية ياما تبقى خارج مصر ياما تبقى في مصر على حسب صدرته في المجموعة أو المركز الثاني عنده مباراة يوم 3 أو 4 إبريل مع فيوتشر يلعب 6 إبريل إياب دور الثمانية عنده ماتش يوم 11 إبريل عنده مع زد بعد كده يلعب مع الزمالك 15 إبريل ده المباراة نادي الزمالك بعد كده يلعب مع المصر 19 إبريل وسيراميكا 23 إبريل موقف المباراةين دول في الجولة الثمانتاشر و19 بيتوقف على تأهل الآل للمباراة نصف النهائي اللي هتتلعب 24 والإياب 27 أربعة بعد كده عندك الإسماعيل والآهلي يوم 4 1 مايو دي الجولة العشرين الجولة الـ 21 آل وجونة 4 مايو مؤجل الجولة التسعة مع الاتحاد سكنداري 7 مايو الجولة 22 بلدية المحلة 11 مايو الجولة 23 مع المقولين 15 مايو بس في مباراة مع اسموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو ممكن تؤجل لو الآل وصل الفاينال لأن الفاينال يوم 18 5 ومباراة زد يوم 27 مايو ممكن تأجل في الجولة 27 في الجولة 25 لأن الآل عنده مباراة أصلا إياب النهائي 25 5 طيب نروح لشهر 6 بعد انتهاء الأجندة قابل بقى مطسط كل 3 أيام لأن ما فيش أجندة دولية 18 6 14 6 مع فرقه 18 6 مع الاتحاد 21 6 مع الدخلية 25 6 مع الزمالك 28 6 مع فرقه كل دي مباراة في الجولة المتتالية وفي مباراة مؤجلة تروح للجولة 13 مؤجلة مع الجيش 1 7 الجولة 29 مع الدخلية 4 7 الجولة 30 مع الجيش 8 7 ثم بعد ذلك مطش بيرامدزي في الجولة الـ 14 يوم 12 7 تخيلوا المباراة دي مؤجلة من الدور الأول بصوا بقى هنا في نقطة خطيرة جدا أختم بها الجزئية دي معنى إن الآلة يلعب مع بيرامدز مباراة مؤجلة في الجولة الـ 14 يوم 12 7 يبقى أنت مش هتقدر تبعث أسماء الأندية حسب الترتيب في الدور الأول عشان المشاركة الإفريقية إلا بعد التاريخ ده طب لو الاتحاد الإفريقي طلب منك الأسماء في شهر 6 مش هتقدر تبعث هتطلب استثناء كالعادة ليه؟ منتصف 7 لما يكون الأهل يخلص مبارااته في الدور الأول والزمالك وبيرامدز وأيضا في يوش اللي طلع الجدول ده لو كان استنى بس استنى بس 24 ساعة وعرف موقف بيرامدز كان خلى المباراة دي بدر شوية كان بقضر معادل المباراة دي بدر شوية لكن الاستعجال خليه يطلع المباراة دي تتلعب في 12 7 بيرامدز خرج كان ممكن يلعب مع الأهل مبكرا عن المعدة وبالتالي كنت ممكن تبعت أسماء الأندية من الدور الأول في شهر 6 ولكن ده الجدول ودي الموعيد اللي تحطي طب من 12 سبعة هيكون باقي أربع مباريات هل ممكن الدور يخلص في 37 أو أول 8 ده هنشوف الفترة اللي جاية عموما أهم حاجة أهم حاجة تحصل في الدور الفترة اللي جاية وأنا قلت الكلام ده في التريند هنا كذا مرة أرجوكم الدوري السنة الجاية لازم نعرف هيتحل إزاي لازم نعرف هيتلعب إزاي لازم نعرف المعضلة دي هيتشكلوها إزاي وتحلوها إزاي لأن السنة الجاية لازم الدور يخلص في شهر 5 في شهر 5 ليه في كاس عالم أندية في قيد لازم الأهلي يسجل لعبته عشان كاس العالم في أمريكا في أول 6 وفي كاس أمم بنسبة كبيرة بعد كاس العالم الأندية فمش معقولة هتكمل الدوري بعد شهر 6 و7 و8 وتروح لتسعة وعشر أرجوكم جماعة سنة استثنائية تعملوا فيها جدول عشان دور يخلص في 5 عشان نزبط الجدول بعد كده تقللوا عدد الأندية تلعبوا دوري من دور واحد الدوري بـ 14 نادي بدل 18 نادي ده قراركم ولكن أرجوكم اللي قاعدين على الكراسي في اتحاد الكرة أو في الربطة أعودوا مع بعض وشوفوا حل ساعة بس كده من وقتكم بدل ما بتفكروا في الانتخابات تشوفوا الحاجات دي هتتحل إزاي وبعد كده اللي عايز ينزل الانتخابات ينزل براحته بس تشوفوا المشاكل دي هتتحل إزاي لأن الدوري والموسم اللي جاي هيبقى أصعب كتير من الموسم الحالي دي كانت كل التفاصيل اللي موجودة على السوشيال ميديا والأخبار اللي موجودة في المواقع والقرارات اللي تم اتخاذها في الساعات الأخيرة وعودة الأهلي من غانا اشتركوا في القناة